اشتركوا في القناة في سوريا في طبيعة الحال التدخل العسكري الروسي في سوريا هو حدث ليس بالطارق او بالحدث العابر في تاريخ هذه المنطقة هو يحمل دلالات كبيرة على اكثر من صعيد على صعيد العلاقات العربية الروسية هذه المرة الاولى ربما التي تتدخل فيها روسيا عسكريا في دولة عربية ونشاهد فيها الطائرات الروسية تقصف اراضي دولة عربية لها ايضا تداعيات على طبيعة او بنية النظام الدولي لان روسيا تحاول منذ فترة عمليا ان تغير في طبيعة هذا النظام من الطبيعة الاحادي التي اخذها بعد الحرب الباردة ولها ايضا تداعيات اعتقد على سلوك روسيا الخارجي نحن نعرف بان روسيا كان لديها تدخلات او سلوك تدخلي نشط خلال الحرب الباردة في المجر في عام 56 في تشيكسلفاكيا في عام 68 في افغانستان في عام 79 ايضا في فترة ما بعد الحرب الباردة او في فترة بوتين تحديدا تدخل في جورجيا تدخل العام الماضي في اوكرانيا لكنها المرة الاولى لكن كل هذه التدخلات كانت في حزام روسيا او مجالها الحيوي لكن هذه المرة الاولى التي تبتعد فيها روسيا وتتدخل خارج اطار هذا المجال الحيوي من هنا اعتقد بان المؤتمر يأخذ اهميته ويأخذ هذا الطابع الذي حاولنا ان نعطيه نكهة اكاديمية ما امكن من خلال دعوة نخبة من الخبراء الروس والعرب لمناقشة تداعيات ودوافع واهداف التدخل العسكري الروسي في سوريا بطبيعة الحال سوف يقوم الاخوة المتداخلين بتقديم مجموعة من الاوراق التي تم اعدادها وان كان على عجل سوف يتم نشر هذه الاوراق على موقع المركز العربي وسوف تصدر ايضا في ملف او على شكل كتيب ايضا احب ان الفت الانتباه الى ان هذه الندوة سوف يكون لها ايضا سوف يكون بعدها ندوات اخرى تتناول موضوعات متنوعة ايضا لها علاقة او ذات اهمية خاصة سيكون هناك ندوة عن تداعيات انخفاض اسعار النفط او تداعيات الاقتصادية والاجتماعية انخفاض اسعار النفط خلال اسبوعين من الان هناك ايضا ندوة اخرى عن مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني في 14 من الشهر القادم اذا هناك سلسلة ندوات يعقدها المركز العربي بعد هذه الندوة متابعة الحال هذه الندوة تقسم الى ثلاث جلسات اساسية وجلسة نقاشية في اخرها تتناول كما ذكرت التداعيات العسكري والسياسية الاقليمية والدولية للتدخل العسكري الروسي في سوريا نستهل اعمال هذه الندوة بكلمة افتتاحية لدكتور عزمي بشارة مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ادعوه الى الحديث فليتفضل مشكورا صباح الخير عنوان ورقة اليوم التدخل الروسي الجيوستراتيجية فوق الايديولوجيا والحقيقة فوق كل شيء هذه ورقة تحديدية في موضوع التدخل الروسي العسكري في سوريا وهو التدخل العسكري المباشر الوحيد لدولة من خارج المنطقة في سوريا وقد سبقتها ايران بالتدخل باشكال اخرى ولم ترسل اي دولة سواء كانت عربية ام غير عربية خبراء ومقاتلين ضد النظام السوري فالنظام هو الطرف الذي جاء تدخل الدول الاجنبية المباشرة لصالحه حصريا لن تقرأ هذه الورقة التدخل بمنهج القوى المتصارعة في سوريا والوطن العربي حاليا فالناتقون باسم طرف يعتبرون اي تدخل اجنبي لصالحه تضامنا ويقبحون اي تدخل لصالح الطرف الاخر باعتباره تدخلا امبرياليا بل سوف نقرأه من زاوية دوافع روسيا نفسها التي قررت التدخل فلسوء حظ القوى المتصارعة في الوطن العربي حاليا لا يقرر اي منها من يتدخل عسكريا في منطقتنا ان الذي يقرر عدالة وهذا استدراك ان الذي يقرر عدالة او عدم عدالة قضية هو ليس التدخل العسكري لصالحها بل القيم والمبادئ التي تمثلها والممارسات التي تبررها تجد هذه المقولة في الحالة السورية اوثق اثبات لها لان الدول الحليفة للاطراف السورية لا تتمايز فيما بينها بدرجة الاخلاقية وهي تنحاز لهذا الطرف او ذاك لأسباب لا علاقة لها بقضية الشعب السوري نفسها ويبقى عبء عدالة القضية ملقى كله على من يناضل في سوريا فهو الذي عليه ان يجيب على سؤال التاريخ لاحقا النقطة الاولى بعد سقوط الاتحاد السوفيتي مرت روسيا بمرحلة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي منعتها من الحفاظ حتى على مناطق النفوذ المتاخمة لها والقريبة منها وكان سقوط حلف وارسو وكأن سقوط حلف وارسو لم يكن كافيا انضمت بعض الدول اوروبا الشرقية الى الناتو ثم اقترب الناتو من ضم دول كانت جمهوريات سوفيتية سابقة وليس فقط في حلف الناتو ومنذ ما بعد تلك الفترة مباشرة جرت محاولة روسية لاستعادة الدولة الكبرى التي تدافع عن مناطق نفوذها القريبة تمهيدا لاستعادة دور عالمي يتجاوز الاقاليم المتاخمة سواء اكانت سوريا ام اوروبية وثمت قدر كبير من الرمزية في حقيقة ان سعود بوتين ارتبط بسياسته في الشيشان التي اشتاحها مباشرة بعد ان عينه يلتسن رئيسا للحكومة في العام 1999 وفي العام نفسه الذي بدأت فيه محاولة بوتين وقف التدهور في مكانة روسيا انضمت دول بولندا وتشيكيا وهنغاريا الى حلف الناتو مكملة عملية بدأت في الاعوام 1989 ل 1994 بانسلاخ دول البلطيق وقيام الدول الاسيوية الاسلامية واستقلال روسيا البيضاء واوكرانيا لم تتبنى روسيا ايدولوجية عالمية بديلة للشيوعية ولم تسد فيها ديمقراطية لبرالية وهي في مسعاها لاستعادة دور الدولة العظمى تبنت فكرة الدولة والسيادة والمجال الحيوي بذاتها كأنها ايديولوجيات لقد اصبحت مصالح الدولة في مجالها الحيوي فوق كل شيء لذلك عنوانت ورقة الجيو بوليتيك فوق كل شيء وقد صيغت ايديولوجيا كقومية روسية بنزاعات امبراطورية متجاوزة للقومية الروسية في مركب متناقض في داخله فروح الامبراطورية تتناقض مع الفكر القومي لأنها تقوم على التنوع واذا سادت القومية الشوفينية على امبراطورية يصبح انهيار هذه الامبراطورية مسألة وقت كما علمتنا التجربة العثمانية والتجربة الرومانية المقدسة امبراطورية الهابسبورغ في النمس وتلاءمت مع طروحات الدولة العظمى هذه عقيدة جيوستراتيجية هي العقيدة الأوراسية التي تجمع بين السلاب ومسلمي آسيا الوسطى على حدود الشرق الأوسط في مواجهة حلف الناتو وبتحالف مع ايران ودول ذات ايديولوجية قومية مثل سوريا وليبيا وقد نظر أليكساندر دوغين لذلك بشكل منهجي في التسعين وكانت المحاولة الروسية الأولى لوضع حد للتمدد الأمريكي اجتياح جورجيا وترد القوات الجورجية من أبخازيا وجنوب أوسيتيا عام 2008 واستعرضت روسيا في حينه قوتها بالتجاوز الحدود إلى أقليم أخرى من جورجيا ذاتها لم تبه روسيا في حينه بإدانات الغرب المتلاحقة ولا بجولات المدمرات الأمريكية في البحر الأسود فاعترفت أيضا باستقلال أبخازيا وأسوتيا الجنوبية عن روسيا وقد صور ذلك علنيا كنوع من المعاملة بالمثل بالرد على اعتراف دول غربية كثيرة بانفصال إقليم كوسوفو عن سربيا في شباط فبراير من العام نفسه 2008 وقد استخدم الرئيس الروسي مدفيدف كان حينه مدفيدف بس كان بوتين طبعا صاحب القرار سلوك الغرب في كوسوفو لتبرير سلوك روسيا مع أنه لو طالبت أقاليم باستقلالها لمجرد تركيبتها السكانية في روسيا ذاتها لتمزقت روسيا نفسه لم تحاول إدارة بوتين الإدعاء أن الخطوة الروسية في أبخازيا وأسوتيا الجنوبية أكثر عدالة من الخطوات الغربية في كوسوفو خلافا لنهج الشيوعية السابق في التبرير الأيديولوجي أنه هذا أفضل هذا أفضل للإنسانية لم تحاول ذلك وخلافا لنهج أمريكا حتى في التبرير حتى عصرنا تبرر خطواتها بنشر الديمقراطية ونشر الليبرالي روسيا لا تفعل ذلك على الإطلاق فهي لم تعد تسعى لنشر الشيوعية ولا الديمقراطية ولا للتبشير بدين خلافا لما يقال اليوم حقيقة ما الكنيسة في هذه الحالة الحالة الروسية إلا أحد مركبات الهوية الروسية روسيا لا تحاول أن تقوم بحرب مقدسة هذه أيديولوجيات تبريرية والكنيسة هنا دورها جزء من الهوية الروسية التي تذكر بالعهد القيصري والإمبراطور لقد بررت روسيا الموقف الانفصالي بدعم الغرب لانفصال كوسفو إذ اعتمد خطاب الأمن القومي على مصالح روسيا الحيوية فيما كان يشكل يومها الاتحاد السوفيتي وهذا ليس خطاب معسكر سياسي أيديولوجي يقدم أو يدعي أنه يقدم قيماً بديلة عن معسكر آخر بل دولة تعتمد في خطابها لغة الأمن القومي ومصالح الدولة والسيادة الوطنية لا أكثر وهذه برأينا ليست عودة لنظام القطبين العالميين فلم يقم نظام القطبين على دولتين عظميين فحسب بل أيضاً على معسكرين يحملان مشروعين مختلفين للإنسانية جمعاء ليس لروسيا اليوم مشروع تطرح للإنسانية جمعاء الحديث عن دولة تحاول أن تكون دولة كبرى وتحاول أن تلعب دور عالمي ولكن ليس لديها مشروع كما كان الاتحاد السوفيتي مشروع وذلك نحن لا نتحدث عن صراع معسكرين حقيقة في أصر لا تقوم سياسة روسيا في عهد بوتين على أيديولوجية عالمية يحملها معسكر ولا تبرر نفسها بها بل تقوم على وطنية ترتكز إلى رأس مالية دولة تخاطب المشاعر الوطنية وترفض استغلال الغرب فترة ضعفها ويتجل الموقف الوطني والقومي بعدم اعتماد مبدأ مصاغ أيديولوجيا والانطلاق من مصلحة الدولة وأمنها القومي فبإمكان روسيا الجديدة هذه أن تقمع حركة انفصالية بقوة السلاح في منطقة وأن تدعم حركة انفصالية بقوة السلاح في منطقة أخرى الأمر متوقف على الأمن القومي والمصالح القومية وطنية كما يفهمها النظام الروسي وبهذا المعنى لا توجد مواقف ثابتة بل مصالح ثابتة وحتى المصالح يمكن أن تكون متغيرة في العام 2008 عام تدخل روسيا في جورجيا وهذه النقطة أنا أعتقد الكثير لا ينتبهون لها كانت سوريا تتجاوز مرحلة عزلتها الدبلوماسية بعد اغتيال رئيس حكومة لبنان رفيق الحريق فاستخدمت سوريا لفك عزلتها المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة تركيا وعملت على تجديد العلاقة مع فرنسا بعون من قطر من جهة وتركيا من جهة أخرى في حينه كانت قطر وتركيا دول مؤيدة للمقاومة والممانعة وما كان في قاعدة أمريكية بقطر ولا مكتب تمثيل تجاري ولا آخر تركيا وقطر ساعدتا روسيا في العلاقة مع فرنسا وفي كسر عزلتها الدبلوماسية في حينه لم تتردد سوريا بالمبادرة إلى تأييد علني رسمي على لسان رئيسها وهذا نادرا ما يحصل للهجوم الروسي المضاد على جورجيا أعلن بشار الأسد موقف مؤيد لروسيا في جورجيا نتصور قليل بذكر ذلك وربما كل من الناس تتذكر هذه الخطوة السورية بدعم التدخل الروسي في جورجيا بموقف من الرئيس السوري مباشرة وكأن سوريا دولة عظمى عليها أن تتخذ موقفا مما يجري في القفقاز كما أنها لم تخفي رغبتها باستخدام هذا التدخل الروسي لإقناع روسيا بتطوير الأسلحة السورية خاصة بعد أن تبين حجم التورط الإسرائيلي العسكري السياسي في جورجيا في حينه فقد كانت إسرائيل متورطة في دعم الحكومة الجورجية عسكريا ولكن روسيا لم تتجاوب مع طلب سوريا في التسلح بالعكس كان تدخل إسرائيل في جورجيا سبب أن توثق روسيا علاقتها مع إسرائيل وتتفاهم مع إسرائيل استراتيجيا في جورجيا وأذربيجان وفي القفقاز عموما في تفاهم كامل الآن بين روسيا وإسرائيل في هذه في تقارب روسي إسرائيلي منذ تلك الفترة بدل أن يصبح تخاصم من الواضح أن روسيا لا تقوم حاليا عبر تدخلها العسكري المباشر بمكافأة النظام السوري على موقفه المؤيد للتدخل الروسي في جورجيا عام 2008 طبعا هذا بتكون نكتي لا يكافئون بهذا الشكل فلدى روسيا اعتبارات أخرى شبيهة باعتباراتها في جورجيا ولكن في دائرة نفوذ بقطر أكبر وفي مواجهة إدارة أمريكية محبطة من التطورات في العراق وأخرى لم تكن على رأس عملها بعد أو عند وقوع التدخل العسكري الروسي لا نذكر هذه الحادثة لمجرد الإضاءة على مطواه النسيان في العراق الروسية السورية فالأهم هو أن الحديث يدور عن دول ترى أن لها مناطق نفوذ تريد أن يحترمها الغرب وتحديدا الولايات المتحدة وأن لا يعمل على تقليص هذا النفوذ ينطبق هذا بأثر رجعي الآن على موقف سوريا في لبنان الذي لم يتمكن النظام السوري من الدفاع عن وجوده العسكري المباشر فيه وينطبق على روسيا في مناطق عديدة متاخمة في أوروبا وأسيا وإيران في العراق والخليج ثمت شبه بين هذه الدول في فهمها للسيادة الوطنية ومناطق النفوذ وحقها في لعب دور بعد انهيار عالم القطبين وكأن الرئيس السوري في حينه اعتبر فعل بوتين الذي أيده في جورجيا معبرا عما لم يعد هو قادرا على فعله في لبنان من هذا المنطلق لم تهتم روسيا كثيرا بقضايا الشعوب المنطفضة في أوكرانيا وجورجيا وقرغيزيا في العقد الأول من هذا القرن بل رأت فقط دعم الغرب لقوة سياسية اجتماعية في مناطق نفوذه في مناطق نفوذها ومن هذا المنطلق قاربت الثورات العربية جميعا فقد اتخذت منها موقفا معارضا روسيا لم تكن ضد الإرهاب في سوريا روسيا كانت ضد كل الثورات العربية بدون استثناء ضد كل الثورات العربية السلمية وغير السلمية وروسيا كانت ضد ثورة يناير وفي هذه الحالة اختلط الخوف من تمدد التيار الإسلامي مع الخوف من التأثير الغربي في مركب تلفيقي متناقض فالغرب خشية من دعم هذه الثورات بسبب الخوف من التيارات الإسلامية الذي يشارك فيه خوف روسيا مع الفرق أن الخوف الأحادي في حالة الدول الغربية جعلها تتردد في دعم الثورة في سوريا في حين أن الخوف المزدواج من الغرب والإسلاميين دفع روسيا إلى العمل بقوة مع حليفها النقطة الثانية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي دخلت العسكرية الروسية في حالة من الأفول والمعنويات المنخفضة وعانت من مشاكل متعلقة بنقص العتاد وانتشار الفساد ونقص التدريب والانضباط لقد أظهر اجتياح جورجيا عام 2008 مواقص عديدة تجلت في تكرار الفشل العملياتي مع أن القوات الروسية انتصرت على قوة أصغر منها بكثير في النهاية وبعدها وضعت خطة لبناء جيش روسي حديث وإعادة هيكلة الجيش القائم مع تصغير حجمه وتحديث سلاحه حتى عام 2020 وبدأت أكبر عملية بناء للجيش الروسي منذ انهيار الاتحاد السوفيتي مع زيادة ميزانية الدفاع والحديث هو عن تخصيص 720 مليار دولار للتحديث السلاح الروسي بين الأعوام 2010 و2020 أي 72 مليار دولار سنويا وبدأ الكريملين باتباع خط أكثر تشدد النحو الخارج وعادت دوريات الاستطلاع التي كانت تقوم بها المضمرات السوفيتية في المحيط الأطلسي والمحيط الهادي ومددت امتيازات القواعد العسكرية في أرمينيا وتجاكستان ويجري تخطيط قواعد جوية في بلوروسيا وتخصيص ميزانيات أكبر للمناورات العسكرية مع الصين وعندما ضمت روسيا الكرم في عملية سريعة من القوات الخاصة ظهر أن هذه القوات في مارس 2014 أفضل تدريبا بكثير من عام 2008 لكن روسيا تجد صعوبة كبرى في الحفاظ على ميزانية عسكرية تبلغ 9% من مجمل الدخل القوم وهي تحتفظ بأعداد صغيرة من القواتها في أرمينيا وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وكرغيزيا وطاجكستان وبأعداد كبيرة على حدود أوكرانيا الشرقية بالطبع هناك تتركز القوات الروسية حاليا على حدود أوكرانيا وفيما عدد تناقض بين القومية والنزعة الإمبراطورية تواجه روسيا معضلات أخرى بنيوية وأنا لا أقصد مشكلات من نوع انخفاض أسعار النفط على أهمية هذه المادة الخام للاقتصاد الروسي بل أقصد قضايا أعمق وأكثر بنيوية مثل انخفاض عدد سكان روسيا باستمرار منذ العام 1990 ويبدو أن الحالة الديمغرافية الروسية تشكل ظاهرة غير مسبوقة لمجتمع صناعي متعلم لا يعاني من الأمية وليس في حالة حرب فنسبة الوفيات عالية ونسبة الخصوبة متدنية ونسبة هجرة المتعلمين عالية وهذه كلها من صفات دولة نامية وليست دولة متطورة عدد سكان روسيا حاليا 144 مليون منهم 21 إلى 23 مليون مسلم بحكي روسيا ليس الجمهوريات الإسلامية وتزداد نسبة السكان المسلمين باستمرار وتزيد بينهم نسب الولادة وتقل نسبة الوفية عن حالة روسيا ربما بعدم سنة بعدم شرب الكحول على كل حال لدى روسيا خشية كبيرة من مسألة الحركات الراديكالية الإسلامية فبعد الشيشان يبدو أن المعارضة الإسلامية تنمو في تجاكستان ولا شك أن هذا العامل يدخل في حسابات سياسة روسيا في الشرق الأوسط وهي لا تخفي ذلك ورغم المشاكل البنيوية التي تعاني منها ليس في السياسة الروسية بوادرة لتقليل تدخلها في الدول الجارة ومع تدخلها العسكري المباشر في سوريا قامت بعمل غير مسبوك حتى في تريف الاتحاد السوفيتي وذلك بالتورط العسكري المباشر خارج منطقة حلف وارسو مرة واحدة كانت في أفغانستان وكانت نهاية الاتحاد السوفيتي أخرجت أو أرسلت قوات إلى خارج منطقة حلف وارسو فهي لم ترش القوات إلى بيتنام ولا إلى كوبا ولا إلى أي من الدول الحليفة خارج منطقة حلف وارسو حالات القليلة هي في داخل أوروبا حلف وارسو في العام 1972 أمر أنور السادات الخبراء السوفيتي بالخروج من مصر وأنهى بذلك عهد الوجود العسكري الروسي على شكل طيارين وخبراء في المنطقة والآن بعد 43 عاما تعود القوات الروسية على شكل تدخل مباشر لا يكتفي بغطاء الخبراء تعرفوا أن إخواننا الإيرانيين بقولوا خبراء مستشارين سبع تلاف خبير مستشار هاجمين على حلب أول مرة بشوف جيش من المستشارين هاجم على بلد كامل الروس ما بقولوا خبراء مستشارين ويبدو لي أن هدف السياسة الروسية القريب حماية نظام الأسد حليف موسكو من الانهيار والسقوط ولكن إنقاذ النظام ليس هدفا بحد ذاته بل هو وسيلة لإثبات الذات والتقدم خطوة أخرى للعب دور الدولة العظمى عالميا وهذه المرة في الشرق الأوسط وهنا يخطئ النظام السوري إذا حسب أن إنقاذه هو هدف التدخل الحصري فإنقاذه مؤقت هو وسيلة النفوذ الروسي وبمجرد وجود روسيا عسكريا في سوريا لم يعد النظام سيد مصيره ولم يعد حتى لاعبا على الساحة الدولية إذ أصبحت روسيا المقرر في أي مفاوضات تجري بشأن سوريا المقرر بأسم النظام لقد انتقد بوتين النظام السوري واعترف بالحاجة لتغيير سياسي ولكنه رفض وقف دعم الأسد مؤكدا أن دعم النظام هو جزء من الحرب ضد التطرف والإرهاب لكن الدعم الروسي للنظام في دمشق يعود إلى ما قبل نشوء التنظيمات الإسلامية المسلحة في الثورة كما أن روسيا كما قلت وقفت ضد كل الثورات العربية حتى ضد ثورة يناير السلمية الخطوات الروسية تضع موسكو في حالة عداء ليس فقط مع التنظيمات الإسلامية بل مع مجمل المعارضة السورية سيما وأن استهداف المدنيين السوريين يجري منذ البداية بأسلحة روسية من الواضح أن التورط الروسي في سوريا يمنع أو يعقد أي احتمال لتدخل أمريكي في سوريا ويعقد حتى فكرة منطقة آمنة أو منطقة حذر طيران الوجود الروسي يقلل من خيارات الولايات المتحدة ولا شك أن التدخل هذا جرى بعد حساب دقيق لإحتمالات الرد الأمريكي بتوقع رد ضعيف من الولايات المتحدة أنا أعتقد هذا العامل الرئيسي كان غياب الاستراتيجية عند إدارة أوباما هذا الغياب الذي يحظى بتأييد الرأي العامل الأمريكي العامل الرئيس في حسابات بوتين الاستراتيجية عند حساب ثمن التدخل وذلك لناحيتين أولا الفراغ الذي خلفه غياب الاستراتيجية الأمريكية هو الباب الذي دخلت منه روسيا ثانيا التنبؤ برد فعل أمريكي فاتر ما يجعل ثمن هذا التدخل ضئيلا مقابل إنجازاته وفي هذا السياق يقارن بعض المعلقين بين سياسة أوباما الخارجية وسياسة كارتر ولا يوجد في الحقيقة ما هو أكثر اختلافا بينهما لقد كانت إدارة كارتر فاعلة جدا ومؤثرة جدا في السياسة الخارجية ففي فترته خرجت مصر من الصراع العربي الإسرائيلي ووقع اتفاق كام ديفيد الذي يعض أعظم نجاح للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وأكبر ضربة للعرب وضربنا أكبر ضربة الحقيقة في الصراع العربي الإسرائيلي لكن ثورة إيران وما ترتب عليها هي التي أوجدت الشعور بين خيبة والفشل ففي العام 1979 حين قاد يوري أندروبوف الاتحاد السوفيتي إلى التدخل في أفغانستان وكان في حينها رئيس جهاز المخابرات الروسي ردت إدارة كارتر بشكل حاد ولكن بوسائل سرية فقد تحالفت مع ضياء الحق في باكستان والسعودية تحت قيادة الملك فهد اللي كان في حينه ولي العاد بعد أسبوعين من احتلال الروس لكابل ووصلت أول دفعة سلاح إلى كاراتشي بعد أسبوعين فقط من احتلال الروسي لكابل لكن بسبب فشل كارتر في تحرير الرهائن في إيران لم يحصل على الرصيد الذي استحقه فاستراتيجيته هي التي حولت أفغانستان إلى فيتنام روسي في المقابل كانت محاولة أوباما المترددة جدا لدعم الثوار اللي يسميه المعتدلين في سوريا ضعيفة وفاشلة ولذلك إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي مع الروس في سوريا قريبا فسوف يضطر أوباما أو الإدارة المقبلة إلى تغيير استراتيجية أمريكا في سوريا سيضطرون إلى ذلك وربما في الشرق الأوسط عموما إلا إذا توصلوا إلى اتفاق قريب في سوريا يتلائم القرار الروسي بالتدخل في سوريا مع الاستراتيجية الروسية العريضة بتسوية الصراع مع سوريا بموجب شروط موسكو وهذا ما حاولت موسكو أن تنجزه باتصالاتها مع الدول الخليجية ويستمر بوتين بالإصرار على أن أي تسوية سلام في سوريا يجب أن تتأسس على الدولة السورية القائمة وبناها ومؤسساتها مع بعض المشاركة في السلطة بين النظام القائم في دمشق والعناصر التي يختارها من المعارضة السورية يمكن تلخيص أهداف التدخل الروسي المباشرة بما يلي أولاً على المضى القصير يرمي التدخل العسكري لجعل النظام يصمد مدة كافية حتى تحصل موسكو على الاختراق المرغوب فيه على المسار الدبلوماسي ولا شك أن الوجود العسكري الروسي لم يبنى في سوريا من أجل مكافحة الإرهاب فهذا كلام للاستهلاك الإعلامي السريع بل من أجل دعم النظام هذا عدا مرونة تعريف الإرهاب ممكن أن يتسع ممكن أن يضيق تعريف الإرهاب حسب المصالح السياسية ثانياً بعد التدخل الروسي يصبح أي تدخل عسكري خارجي في سوريا أمراً صعباً للغاية وهذه رسالة للأتراك والغرب على حد سواء وبرأيه التحضير للتدخل العسكري المباشر دخل طور التطبيق فور بدء التحركات لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا ودعم الثوار للسيطرة على منطقة إدلب لقد تأخرت تركيا وحلفاء الشعب السوري كثيراً في تحقيق إنجاز على هذه المستوى هذا رأيي تأخروا كثيراً والروس سبقوا ثالثاً يعزز الروس وضعهم الدبلوماسي ويصبح من الصعب اتخاذ أي قرار في سوريا من دون مشاركتهم الحاسمة وقد ازداد فعلاً حجم الاتصالات الدبلوماسية بين الغرب وروسيا منذ التدخل في سوريا ولسيما بعد مرحلة من البرود ومحاولة فرض حصار غربي عليها بعد التدخل في أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرن ولأن هدف التدخل المباشر هو منع النظام من السقوط فقد وجهت الضربات الرئيسية للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة والمتاخمة لمناطق النظام ولا تسيطر الدولة الإسلامية على مناطق كهذه يعني متاخمة للنظام إلا قرب حلب ودير الزور فكانت الضربات العسكرية الروسية الأولى موجهة إلى المناطق المتاخمة لتلك التي يسيطر عليها الجيس السوري تحديداً في مناطق الشمال الغربي وكيلومترات بعيدة عن اللاذقية وفي منطقة محردة قرب حماء وهي بلدة مسيحية تهددها جبهة النصرة وتقع على أتسراد حلب الذي يحاول الجيش السوري فتحه منذ ثلاث سنوات بدون نجاح وفي منطقة جنوبي حلب أيضاً وبالأمس فقط طمت الرقة لأهداف القصف الروسي يبدو أن الرئيس السوري يمتلك استراتيجياً فبعد أوكرانيا اندفع إلى الأمام ليصبح التدخل في أوكرانيا وضم القرم حقيقة ناجزة ويبدأ الحديث معه الآن على قضية أخرى حارقة يحاول أن يملك مفتاح حلها بهذا التدخل في حين تفتقد إدارة أوباما لإستراتيجية في سوريا ولهذا تمكن الرئيس الروسي من خلق وقائع على الأرض تضمن له مكان في أي تسوية نهائية للحرب هناك وعزز بوتين موقف قوات الأسد التي كانت تتعرض لتهديد في الشهور الأخيرة قبل التدخل الروسي وهو يسعى الآن لضمان دور الأسد في المرحلة الانتقالية في حين حاول القادة العرب والغربيون تجنب هذا الاحتمال لكنهم فشلوا في تطوير استراتيجية عسكرية وسياسية لإطاحة الأسد قبل هذا التحول والحقيقة أنهم لم يرغبوا لم يرغبوا قبل أن يتأكدوا من البديل للنظام وهذه عملية ليست ميكانيكية أن تحضر البديل وتسقط هذا عملية جدلية لم يتقنوها برأيه لم يتقنوا العملية الجدلية التي هي خلق مكومات نظام جديد أثناء إسقاط النظام السابق البديل لا يمكن أن يكون جاهز مئة بالمئة قبل إسقاط نظام على كل حال أنا أعتقد لم تتقن هذه اللغة ويرى الروس أن مشاركة الأسد ضرورة قد يستدعون لتبيينها لتبيين هذه الضرورة وتفاوض الغرب مع الرئيس السربي سلوبودان ميلوسوفيتش على حربين البوسنة عام 96 وكوسوفو عام 98 هذا رغم أعمال القتل المتكررة على أيدي القوات السربية ضد مجانيين بوسنيين وألبان في كوسوفو بما في ذلك مذبحة سريبرينكا الشهيرة عام 1996 وهذه ستكون ديماجوجيا فلا أحد يرفض التفاوض مع نظام الأسد بل المرفوض هو مشاركته في مرحلة انتقالية بعد التفاوض وهذه مسألة عملية لا تتعلق بحجم جرائم الأسد فقط بقاء الرئيس السوري في مرحلة انتقالية يعني إفشال هذه المرحلة الانتقالية فالرئيس السوري هو ديكتاتور ولا يمكن للديكتاتور أن يتقاسم السلطة مع أحد ولذلك لن هذا خلافاً للميلوسوفيتش يعني ولذلك لن تنجح أي مرحلة انتقالية هدفها نقل السلطة أثناء وجوده في الحكم يا نقل السلطة يا وجوده في الحكم ما في حال من هذا النوع اللي يكون فيها الأسد موجود بالحكم بنصف سلطات لا يتخيل سوري واحد الأسد موجود في السلطة بدون سلطات لا أنا أعتقد تعملوا سيرفي للسوريين لن تجدوا سوري واحد ممكن أن يتخيل الرئيس السوري جالس الحالي جالس في الحكم ولكنه ينقل سلطاته هذا أمر غير معقول ولذلك وجوده هو إفشال للمرحلة انتقالية هذا بغض النظر عن مسألة الجرائم يعني بغض النظر عن مسألة الأخلاقية فيه شيء عمليا لا يمكن أنا أعتقد فيه خطأ في مناقشة هذا الموضوع حتى الآن لأنه التركيز هو على جرائمه لا يجب أن يكون نقاش عملي أنه عمليا هذا لا يمكن يفشل تفشل نقل السلطة تقوم الديماغوجيا التي تسوّغ وجود الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية على عدم التمييز بين التفاوض وهذا مضطرين يعملوا مع النظام السوري والمرحلة الانتقالية وهذه تأتي بعد التفاوض ويجب التمييز بين الأمرين أخيرا لقد تدخلت روسيا في سوريا بقدر ما لديها استراتيجية وبقدر ما تغيب هذه عند أمريكا في الوقت ذاته يطور الرئيس بوتين علاقات مع عبد الفتاح السيسي في مصر باستغلال تراجع النفوذ الأمريكي وتتعزز العلاقة الإسرائيلية الروسية أيضا باستمرار وقد لخصت صحيفة هارتز زيارة نتنياهو لبوتين وهي الزيارة التي نظمت خلال أقل من 24 ساعة طلب يشوفه خلال 24 ساعة كان هندو هذا على الأقل حسب الصحف الإسرائيلي بالقول مع زيارة موسكو يؤشر نتنياهو لشرق أوسط ما بعد أمريكا هذه كلام هارتز لن ينهي التدخل الروسي الحرب التي نشبت في سوريا بفعل واعي من النظام بإعلانه حربا على ثورة شعبية دخلت فيها لاحقا عناصر كثيرة غير ملتزمة بمبادئ الثورة السورية ولم يكن ممكنا أن يصمد النظام السوري أو قوى المعارضة في هذه الحرب الشرسة بدون دعم قوى خارجية نمط هذا الدعم واستمرار الحرب يذكر بالحروب الطويلة أثناء الحرب الباردة بسبب وجود معسكرين يدعمان الطرفين كما كان يحصل في أنجولا وبيتنام وسلفادور ونيكاراجوا حيث استمرت الحرب أكثر من عقد في بعض الحالات ولا يبدو لي أن بوتين يترك انطباعا على المقاتلين السوريين بقدراته في رياضة الجودو أو في الهوكي وهم لا يهتمون كثيرا بعتقد السوريين بصوره على حصان وهو عار الصدر فهم ليسوا ناخبين روس يتكون لدور الدولة العظمى لا أعتقد أن السوريين كثير مهتمين بصور الماتشو الروسي هاي اللي بيعملها لا أفكر حدا بسوريا عنده انطباع أو مهتمين به لذلك أنا أفكر مقاتلين السوريين ازدادوا تصميما على القتال بعد دخول سوريا وثمت كوابح باتية للتدخل العسكري المكثب في سوريا نذكر اثنين منها الأول في أوكرانيا فبالرغم من وقف اطلاق النار في شرق أوكرانيا ما زالت القوات الروسية الأفضل مرقزة في مناطق الحرب هناك ثانيا إن نقل دبابات وأسلحة ثقيلة لفيلق واحد مهمة صعبة جدا للقوات الروسية المجهدة أصلا يصعب أن تصبح المهمة الروسية في سوريا واسعة النطاق بقدر أفغانستان كما أنها لا يمكن أن تتواصل لفترة طويلة إنها تمهيد للبدء بالمفاوضات على أساس توازن بين القوى بما يحفظ مصالح روسيا والنظام السوري هذا يعني أنه ثمت مجال واسع للعمل والتأثير ضد التدخل الروسي إذا توفرت الإرادة عند القوى المؤيدة للشعب السوري لأن التدخل الروسي لن يكون بلا حدود من حيث حجم التدخل ومن حيث مدة التدخل وممكن استغلال ذلك لدعم الشعب السوري لأن روسيا لا يمكن أن تبقى فترة طويلة تحارب ولا يمكن أن تستحضم كل قوتها في سوريا ومن الواضح أن إسرائيل ودولا أخرى في المنطقة تعتبر التدخل الروسي في سوريا أفضل من استفراد إيران بالتأثير على إدارة بشار الأسل ونحن نعتقد أن المجتمع الحاضن للنظام في سوريا المجتمع الحاضن للنظام في سوريا يرحب بالتدخل الروسي أكثر من ترحيبه بالإيران الذي يأتي محملا بحمل طائفي ديني لا يتلاءم مع طبيعة البيئة الاجتماعية للنظام السوري التي هي علمانية أنا أعتقد قلها رأت ذلك أنا أفكر قاعدة النظام الاجتماعي تفضل روسيا على إيران لأن إيران تجيها بتشييع وتجيها بتديين وقاعدة النظام السوري الاجتماعي غير متدين وغير شعي مع أنه في الشرخ الذي حاصل في العالم العربي الناس تقلط الحامل بالنابل ولكن قاعدة النظام الاجتماعي في سوريا بالتأكيد تفضل روسيا على إيران أما الأوساط المقربة جدا من إسرائيل في الولايات المتحدة فمنقسمة إذ نلاحظ تأييدا لروسيا يتضمن شماتة بتركيا باعتبار التدخل الروسي في سوريا صفعة استراتيجية لتركيا وعقابا لها على استراتيجيتها التي راهنت على ميليشيات إسلامية متطرفة وابتعدت عن الغرب واستسهلت فكرة سقوط الأسد مثل ما توقع داود أوغلو في أغسط 2012 سقوط الأسد خلال أسابيع ومثل ما توقع أردوغان في سبتمبر من نفس العام وفي المقابل تمت منظرون مقربون من إسرائيل والحركة الصهيونية يؤيدون سياسة أمريكية أكثر فعالية في المنطقة ويدعون إلى تدخل عسكري ضد الأسد وضد تنظيم الدولة في الوقت ذاته ويحذرون من الرد بلا مبالا وفتور على إرسال إيران قوات لها شرقية المتوسط وشرعن التدخلاتها العسكرية في دول أخرى وشرعن التدخل الروسي في الشرق الأوسط ويعتبرونها فشل لسياسة أوباما وتقديراته لطبيعة المرحلة مازال هؤلاء يعتبرون التسليم بالتدخل الإيراني في دول أخرى كأن إيران دولة عظمى خطأا فادحا سوف يكلف الولايات المتحدة وحلفائها ثمنا باهظا ويعتبر بعضهم أن المفتاح لمواجهة السياسة الروسية الجديدة يكمن في تعزيز التنسيق الأمريكي التركي وتكثيفه في مواجهة روسيا ليس فقط في سوريا بل أيضا حيث تتقاطع مصالحهما ضد النفوذ الروسي في أرمينيا وجورجيا وأذربيجان يعني في دعوة الغرب لتنسيق أمريكي تركي في القفقاز مقابل ما جرى في الشرق الأوسط ولا سيما بسبب حاجة إلى آخره لن نتطرق إلى ذلك دوليا على كل حال أستشهد فقط بأحد أهم مؤيدي إسرائيل في أمريكا وله تأثير على سياسات البيت الأبيض فيما يتعلق بشترق الأوسط وهو دينوس روس مؤخرا مقال إلو يقول أن بوتين يؤمن بسياسات القوة أنا أعتقد أنه مؤثر في قرارات الإدارة دينوس روس صهيوني يعني بوتين يؤمن بسياسة القوة وأن محاولة إقناعه بالتمني والتوسل تزيده تعنتا يقول دينوس روس وأن الرد يجب أن يكون دبلوماسية قوة أمريكية أيضا تشمل مناطق آمنة للاجئين ولتدريب معارضة سورية قادرة على مواجهة النظام وتنظيم الدولة في نفس الوقت مؤكدا على ضرورة التوجه إلى الأتراك لضمان هذه المناطق بحيث لا تتسرب إليها عناصر من تنظيم الدولة والتوجه الأمريكي للسعوديين والإماراتيين والقطريين والكويتيين لتمويل حاجات اللاجئين في هذه المناطق طبعا ثمت آراء كثيرة مختلفة أنا أعتقد في أمريكا متعب كثرة الاقتباسات لأنه ما فيه استراتيجية واضحة فيه فعلا ارتباك في فعلا ارتباك على مستوى كل الثينج تانك الاستدراك الذي يأتي لا تنبع صحة موقف أي من الطرفين المتصارعين في سوريا من حلفائه وتنطلق المعارضة في هذه المقاربة من نقطتي أفضلية أولهما الظلم الذي وقع على الشعب السوري في العقود الأخيرة ونظام الاستبداد ووحشيته في سوريا هذه أفضلياتها الأخلاقية الأولى للمعارضة السورية ثاني أفضلية ما لا علاقة هذا بالتدخل الأجنب ثاني أفضلية للمعارضة السورية أخلاقية الأولى نظام الظلم والاستبداد الذي يساده في سوريا يعني هي بتمثل مظلومين ثانيهما من كون النظام هو الذي اختار الأسلوب العسكري لقمع الشعب السوري محولا للثورة إلى حرب أهلية مع تحول الحرب في سوريا إلى حرب بين قوة تتصارع جيوستراتيجيا وليس أخلاقيا أو قيميا يصبح الفرق بين المعارضة والنظام ملقا على عاتق المعارضة فهي إذا طرحت بديلا ديمقراطيا للاستبداد تعني أنها قادرة على حكم سوريا وفيما عدا ذلك تصبح المسألة مجرد صراع قوة ينتهي بتسوية فالحروب الأهلية تنتهي بتسويات ومحاصصات للأسف والأهم من ذلك أن التدخل الروسي حاليا قد يجعل مسألة طبيعة النظام في سوريا بل طبيعة سوريا كلها مجرد بند في تسوية جيوستراتيجية بين دول كبرى البديل الذي يمكن طرحه لمجمل سوريا ضد الاستبداد هو النظام الديمقراطي وفي ظل التوازنات الدولية داخل سوريا يعني كل طرح آخر ديني طائفي أو غيره أن يكون مقصورا على منطقة بعينها بظل توازنات القوى الراهنة اللي بترح الآن طرح غير ديمقراطي يعني أنه بيحكم منطقة لأنه التوازنات الجيوستراتيجية لن تسمح لأي طرح غير ديمقراطي طرح ديني طرح طائفي إلى آخره أن يحكم سوريا هذا لن يكون انتهى هذا الموضوع هذا يعني أنه الآن أي طرح غير ديمقراطي يعني اتفاق على تقسيم سوريا على حكم فدرالي على غيره ولا يمكن تطبيقه بقوة على سوريا ككل سوف يعكس ذلك تسوي جيوستراتيجية وليس تحقيقا لمطالب هؤلاء الذين خرجوا عام 2011 مطالبين بالتغيير وقد بدأت بعض مراكز دراسات السياسة في أمريكا لن أتعبكم باقتباسها بالتنظير لتسوي جيوستراتيجية فدرالية في سوريا غير مستفيدة من تجربة العراق بل في محاولة لتعميم تجربة العراق من جديد كأن حرب العراق لم تكن ولذلك العبء الآن ملقى على القوة التي تدعم الشعب السوري لكي يكون قادرة على طرح بديل لمجمل سوريا تجند له الدعم الدولي اللازم اللي أيضا قد تكون له الآن دوافع جيوستراتيجية للتصدي للتأثير الروسي والإيراني شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله أشكر الدكتور عزم بشارة على هذه المحاضرة الافتتاحية التي تناول فيها جميلة من القضايا ذات الأهمية سواء فيما يتعلق بالوضع الروسي أو الوضع الأقليمي والدولي والوضع السوري المداخلة تقريبا تختصر كثير مما أو عنوان المداخلة يختصر كثير مما جاء فيها الجيوبروتيك فوق الإيديولوجيا روسيا ليس لديها مشروع عالمي كما كان للاتحاد السوفيتي ولا تحركها أي دوافع إيديولوجية إنما تتحرك من واقع مصالحها الوطنية روسيا بالمبدأ كانت ضد الثورة تعاني روسيا من مشكلات بنيوية عديدة أهمها انخفاض عدد السكان إنقاذ النظام السوري ليس هدفا استراتيجيا لروسيا إنما وسيلة لإثبات نفوذها على الساحة الدولية المقارنة بين إدارة كارتر وإدارة أوباما ليست في مكانها روسيا تهدف من بين ما تهدف إليه في سوريا إلى إطالة عمر النظام حتى تنضج ظروف دونواسية مناسبة تساعدها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية الكبرى روسيا تمتلك أو الرئيس الروسي بالأحراب بوتن يمتلك استراتيجية في حين أن الرئيس أوباما ليس لديه أي استراتيجية حلفاء الثورة السوري لم يتمكنوا من إنتاج نظام بديل خلال فترة السنوات الأربع الماضية بقاء الأسد خلال المرحلة الانتقالية يعني أنه لن تكون هناك مرحلة انتقالية أو سوف تفشل هذه المرحلة الانتقالية التدخل الروسي في سوريا حصل بمقدار ما كان لدى روسيا ولدى بوتن استراتيجية وبمقدار ما تغيب عن هذه أو هذه الاستراتيجية عن إدارة الرئيس أوباما وغيرها من نقاط مهمة عديدة ذكرت في هذه المحاضرة مرة أخرى أشكر الدكتور عزمي بشارة على ما تقدم به ونستأنف مباشرة أعمال المؤتمر نبدأ الجلسة الأولى أدعو السادة المشاركين إلى التفضل إلى المنصة شكرا جزيلا